وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنوية مصادر امدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شيكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية وقد استعرض الدكتور محمد شيكر المشروعات القومية في قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بتعاون والشاركة مع الخبرات الأجنبية وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035 وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنوع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتبد عليها عملية التنمية في مصر بما فيها التوسع في طاقة الرياح من خلال الوحدات عالية الإنتاج لتوليد الكهرباء كما استعرض السيد وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهايدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهايدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب أضف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الكهرباء استعرض كذلك التدرجة الزمنية لأعمال الكهرباء بالمشروع الزراعي العملاق الدلتة الجديدة فضلاً عن الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية خاصة فيما يتعلق بمشروعات قطاع الإنتاج الزراعي كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الخاص بإنشاء مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية لنقل الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة فضلاً عن الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممراً لعبور الطاقة النظيفة ومن ثم مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والإفريقية إلى جانب دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ إلى الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر